السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب امني ايه? يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وبصفحة. اه معنا نهاردة ان شاء الله ان شاء الله بنت اسسر كاما الكورس. اه معاكم الاندس مصطفى حيون. يلا بينا على طول نبتج. اه الكورس بتاعنا ان شاء الله عبارة عن تلات اجزاء رئيسية. الجزء الاولاني. هو عبارة عن بتاع الكاما اللي في تسعة وتلاتين موضوع جروب سيكس جروبس. سيكس جروبس. طالع من تسعة وتلاتين موضوع. ده الباضي في كاما بتاعنا. اللي ان شاء الله بازن الله هنتكلم فيه. اه بالتفصيلي. هناخد كل ونشرحه ونشرحه ونفصل. ولو في اي حاجة هنرجع نشرحها تاني لو مش مفهومة او لو فيها مشكلة ما يزمع الحباراتكم. الجزء التاني من الكورس هو عبارة عن محاضرة ومحاضرتين على حسب اه ان شاء الله بازن الله ربنا ما يصر لنا الحالي. هنتكلم فيه عن خاص بالاسد مانيجمنت. هنتكلم فيه عن جروب الفورم. اه والانستيتيوت. اه اه بتاعت التلات منظمات دولة. اخر جزء من الكورس ان شاء الله بازن الله هيبقى وارع عن الكاما اجزام ونشرح فيه الاجزام مشارح نطول ونحل مع بعض. اه في المية وعشرة سؤال اللي مفروض بيجو في امتحان الكامة. هنبتدي نفكر مع بعض في كل سؤال ونعرف نحله ازاي. وايه اللي حنقدر ان احنا نحل بيه اي سؤال حتى لو مش عارفينه اه السؤال ما عندش علينا قبل كده. او موضوع نفسه وشكله اه يعني غريب او مدرس لهوش. في اسئلة في الكامة شابه كده انا ارى ازاي نتعامل معها ان شاء الله بازن الله في المحاضرة الاخيرة مع بازن الله تعالى هنحل سوى. على طول نخش في الكورس بتاعنا اه احنا اه اللي احنا هنكلم فيها هنكلم فيها خمس موقع بازن الله تعالى هي عبارة عن اه اه وتقديم للكورس بتاع الكامة. اه هنتكلم في اه هي الكامة واه ايه اللي هنستخدمها بها الكورس واللي لازم نكون عارفينها كويس وعارفين معناها كويس. اه ايه اللي تتكلم في بتاع الكامة. وهناخد عنه الكامة والنوضوعات وتسعة وتلاتين عبارة عن ايه و ايه بتاعتها. وفي الاخر هنتكلم عن بعض التفاصيلات في الكامة اه ازاي الفيز والديوريش متاعته و اه و ام سي كيو والا فورم تين والبروكترينج اه اللي بستخدمها الوي بي ام علشان تقدر ترائب على الناس عبارة عن ايه بالزبط. كل ده هنشرحه بالتفاصيل ان شاء الله. نبتدي بسم الله رحمنا الرحيم فاول حاجة ايه هي الكامة? اه الكامة باختصار هي الاحرف الاولى بمعنى مقيم اصول معتمر. حضرتك بالشهادة دي بابن الله تعالى هتقدر تبقى مقيم للاصول ومقيم للبروسيدورز اللي بيتم بيها جوه الورجانزيشن. وتقدر تكتشف حضرتك الاكورد المسكتاع البروسيدورز دي مع الستاندرز اه وانا مش اه كومبلاي مع الستاندرز. وايه هي الخطوات المفوضة للمنظمة او الورجانزيشن دي تتباهها. علشان تاخد بتاعت الايزو خمسة وخمسين الف. تمام? اه الكامة المنظمة اللي مجمعه بتاع الكامة. وكتبالك من مجمعه لاني هي فعليا الوي بي ام تاوي بي ام ما عندهاش باديو فلالج بس اه السورتيفكت اللي هي عملتها هي جمع من اكتر من المنظمة انا اعرفهم بالوقت. اه الكامة كومبلايز ويذ ايزو الانترنيشن الستاندرز اه اسوسييشن خمسة خمسين الف وخمسة خمسين الف وخمسة خمسين الف وخمسة خمسين الف وواكده وخمسة خمسين الف وطول زي ما هنعرف دلوقتين فولي دول بيكلموا عن الاسسيت مانجمين. اه اه ام كاما كومبلايز ويذ ايزو اه اففاوزن تنون اسسيت مانجمينت ستاندرز ان كور ريكوارمنت ان زوريج. يعني حبيبات بتاخد الكور ريكوارمنت وكور سكن والكور نوليج اللي انجة بتقدمها الايزو والدي اف ام اي ام والاي اي ام وكما. اه ام. حنتكلم شوية صغيرين عن ذي الكامة اسباورفول. ذي الكامة تعتبر من الشهادات القوية في مجال الاسسيت مانجمينت. اه الحقيقة الكامة تعتبر من اقوى الشاشات اللي موجودة في الاسسيت مانجمينت وده بسبب ان يبضي في الوليج بتاعها وبيحتوي على اه كل المراجع العلمية المعروفة المتفق عليها دوليا. اه اللي بتنظر بتاعة الاسسيت مانجمينت واللي بتتكلم في كل التفاصيل لمنهجية واضحة وعلمية ومثبتة وكمان اه ليها اه اه ليها مصدقية في كل دول العالم. تمام? فده باختصار ليه الكامة الاباوفول ان الكامة باديوف مالج، لان الكامة ب Lag years مانجمينة قانتين فروينيج عند المنظمات دي. آآ كلها الايزو والجي اف ام ام والاي ام. اللي نقطة اللي بعد كده هنتكلم عن وده اهم الوقت في المحابرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله. فرجاء نركز مع بعض شوية فيه. آآ اول عايزين نتكلم فيه اللي هو هي هي by definition of the act of providing an official document as a proof that something has happened or been done. بمعنى ايه? بمعنى ان هي اشهادة رسمية او افادة رسمية بتقول اني حضرتك بتعرف مائع او بتعرف مع 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 ايه. او اني مع 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 معي او اني اللي د LEE اللي التعاملت هي مع 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 تمام ده طبعاً بالنسبة لحلة بتاعتنا اللي هي الكامة هي آآ بتضعني ان حضرتك عملكة اللي تقدر تعمل بها عارف بتاعتها وتقدر تطبق بتاعة تمام? طيب بتاعة سريعا هي عبارة عن تلاتة اول تايب منهم اللي هو الانترنل سورتيفيكيشن وبعد كده البروديكت سبسيفيك سورتيفيكيشن وبعد كده البروفيشن معين ببساطة شديدة انتشاهدت لها تلات ادواع النوع الاول هو دوع امترنل جوه الكوربرت او جوه الورجونيزيشن هي هي الكوربرت بتعمل لك تدريب وتأهيل على ستاندرد معين جوه الشركة مثلا زي شل او بي بي او ايني او اي شركة من الشركات الملتيناشنال بيتعندها ستاندردز بوه للبروسيسيز بتاعتها الانفلانش مانيجمنت للفايبريشن اناليسيز لاي بروسيدور بيتم بوه المؤسسة بيتم التدريب الناس عليه اللي بيشرفوا على الشغل ده بيتم التدريبهم علشان يا بسورتيفيكت انترنل جوه المؤسسة تتحلموا انه هما يمرسوا الاكتيفيتي دي بالستاندردز اللي حد التاشرد ده المنترنل سورتيفيكت في حاجتان ye product specific دي بتبقى خاصة بالمكان معين اوي البروسيز ماיק nine بتاعت المانيفيكترينج او بتاعة البرودكشن بتضرب عليها مطداعا للموظفين علشان يتم اهالين هما يشتغلوا على السيستم ده يشتغلوا على افشنتلي وسيفلي. تمام? هي بتبقى مرتبطة معين او مرتبطة بسيستم معين لمانيفاترر معين. الشهادة طبعا اللي هي زي شهادة بتاعت الكامر. دي شهادة بتعطى حضرتك شخصيا. تمام? بعد ما تكون حصلت للاسيت مانيجمول والاسيت مانيجمول والسيستم. وعارف يعني ايه الايزو وبتقدر معين بروسيدورز اللي مربوضة بي هو بتاعتك. فالبروفيشل وايد هي شهادة سبسيفيك للأفراط. شهادة سبسيفيك للان حضرتك تقدر حالة تستخدمها في اي اه حتة في البقية. اه معنى شهادة دي وخلق ما بينها البروفيشل وايد عن الانترنر والبروضوكت سبسيفيك ان هي زي ما قلت حضرتك ان هي بلديك حضرتك شخصيك. ان حضرتك بتابوت البيزيك والسكيل دي. البيزيك سكيل والبيزيك نوليتش. اللي تقدر تشتغل بيهم في اي حتة. كل شهادة اللي بعد كده دي دي البرودوكت سبسيفيك. لو حركة اشتغلت على تاني او اشتغلت على تكنيك تاني او اشتغلت على تاني. الجهادة بتبقاش فادل. انك انت متضرب ومتقاهل على او تبقى نفس الفصة. بتبقى حضرتك متضرب جوه الشركة بالستاندرد ده. كمان. مش مش الستاندرد تاني او شركة تعنيها. انا هارك في بيبي. واخد الاستاندرد بتاعهم سيف او في او في الشهادة دي برا بي بي او برا ايدي او برا الشركة اللي انت اخدتها فيها اي م. دا تساوي شيء لانه السيستم في شركة تانية مختلف. وهتحتاج لي تأهيل وتدريب تاني مختلف غير اللي هي زي اللي كانت. حاجات لها اللي حاجة بتقدر تطبقها وتلارسها في اي شركة واي منظومة موجودة في العام. تمام? البنفت بق اف سرتيفيكيشن ايه. في ايزو خمسة خمسين الف وواحد. يعني حضرت بتبقى تقدر تعمل اي منظومة. اكوردن لل ايزو خمسة خمسين الف واحد. تقدر تدفين الجابس باعتهم. وتقدر تعملهم عن عن انهم ازاي. في الاسط مانجوم. اه استابلش يور كردينشل بمعنى ان الحضرت بتبقى معطرف بالشهادة بتاعتك دوليا. وتقدر تمارس الكلام اللي حارك تعلمتو دك في الاسط مانجمينت. في اي حتة في الدنيا في اي منظومة اكوردن لل ايزو خمسة خمسين الف واحد. زي ما احنا قلنا دلوقتي تقدر تطبق على شركات حضرك او اي شركة بني في الدول. اكوردني ستندر. زي ما قلت لحضرتك انو المناظرات اللي بتجي عند الشهادة دي هي هي المناظرات الدولية اللي ما اعترف بها ولا ليها دولي في بتاع الاسط مانجمونت. هي اللي عملت وهي اللي بتقدر تعمل بتصيرتفاي اللي هم يعملوا لكل الاجراءات الخاصة بالاسط مانجمونت دول مؤسسة دي ايا كانت تصدقك ايا كان نوعها ايا كان ما كامل في العالم كله. هنخش على اللي بعد كده وهو حاجة مهمة جدا نقدر بس نتكلم فيها لحظات علشان نزبط للمانساب التعلم. هو احنا متفققين ايه من شهادة? آآ الشهادة اللي عابلين دي هي شهادة زرطفات اسط مانجمونت اسسول الله لحضرتكم ان شاء الله بس لنا هتاخدوها ابنكاح باس دي الله تعالى هيبقى اسم لحضرك مكتوب مكان المشاخ بالده. وبعد كده في شوية كلمات صغيرة كده كبرناها لحضرتك على ناحية المين علشان نتكلم فيها شوية. هو بيقول لحضرك اياه. بعد اسم حضرك بيقول لك. الاندبيدول ده has demonstrated the minimal knowledge and understanding requirement for the assessment or audit of asset management practice activities and methodologies as outlined in ISO 17021 part 5 and in global form of notarist and astrological statistication for ISO 55000 assessor auditor as prescripted by world partner in asset management. معنا ايه كلم ده? معناه بساطة ان حضرتك عندك دلوقتي ال basic knowledge وال basic skill بتاعك ال asset management و how to manage ال asset management procedures و processes جوه المؤسس. اللقطة بس اللي ما عايزة في الحركة ليها هي اول جملة. ال minimum knowledge and the understanding required for asset management. كمام? الشهادة بتدي حضرتك ومش بتدي حضرتك كل وكل وحقيقة. وحقيقة الامر يعني اني مفيش اي شهادة في الدنيا حتدي حضرتك كل العلم. هي الفكرة كلها اني العلم اولا هو عبارة عن بتتطور مع الوقت. ده رقم واحد رقم اتنون. الشهادات هي وزيفتها انها تدي حضرتك تدي حضرتك اللي حضرتك اللي حضرتك عليها بعد كده. فهمك الشخصي والفوت برينت بتاعتك انت. الفينجر برينت بتاعتك انت هي اللي تحكم بعد كده تطورك. لكن في الاول في الاخر احنا لازم نكون كلنا نتفقين مع بعض على هي دي اللي بتوفرها الشهادة. عليك تقدر تتكلم مع في البيزيكس دي مع اي حد في الدنيا سواء كان في الصين في الهند في كندا في امريكا. بالبيزيكس اللي مع حضرتك. تمام? تطور بقى فهم حضرتك والاضافة اللي ممكن تضفها او شايف انواع معينة من بشكل مختلف. مع البيزيكس اللي حواري خدتها ما في اي مشكلة في الكندا. ده بيبقى نقل تميز لحواريك زيادة. لكن البيزيكس لازم نكون احنا كلنا متفقين عليها ده رقم واحد. رقم اثنين اللي احنا نقضي في الشهادة هو عبارة عن فونديشن. اساس. بنتمي عليه بعد كده. تمام? دي نقطة مهمة بس حبيت اذكرها علشان نقدر نعمل بتاعتنا. للشهادة. ايه هي اللي بتدهولنا? وايه اللي مش هتقدر في الدهولنا? او مش هتقدر اي شهادة تانية تدهولنا. اخر نقطة في الموضوع بتاع وهي معضلة مشهورة وده اجلما الناس كلها بتتكلم فيها وعمل عند كتير من الناس. القصة كلها بتاعت ان هي افضل وان هي ام يعني اللي بيدي ادنج اكتر ل يبني ادن. طيب. اه ببساطة شديدة لو احنا لدينا نتكلم في ايه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال في مكان معين بيعمل شغل معين. طيب. السؤال. هل الشغل ده standardized? ولا لأ? هل الشغل اللي بيتعامل ده according وcomplying مع الstandards اللي المفروض يتعمل عليها الشغل ولا لأ? طيب هل الexperienced person ده هو كان hand on experience بشكل دائم ولا اوقات كتير كان يعني في شغل تاني او لي اولويات تانية. الحقيقة اللي سيرتيفيكيشن يا شباب بتقدم لنا البيزيك نوليج. البيزيك نوليج. اللي قدر لذني عليها بعد كده في الناب. او الاكسبرينس اللي بيعتبر. او الاكسبرينس اللي يقدر بقول عليها انها فعلا في مجال معين من المجالات. كم? الاسيرتيفيكيشن والاسيرتيفيكيشن لما يكون المعطاعد هو ده البرفكت ماتش. هو ده الحاجة الجميلة اللي الناس كلها بتطعق عليها. سيرتيفيكيشن و اكسبرينس. سيرتيفيكيشن يضمن بها ان حضرتك عندك البيزيك نوليج والاسكن سليمة. وكملة. وعلى اساس علمي. واكسبرينس ان حضرت بقت الكلام ده اكتر من مرة وقدرت انك انت تاخد. آآ آآ لايف لسنز وتفيس كيسز تقدر تتعامل معه. فهو ما فيش حاجة افضل من حالة. تمام? وما فيش حاجة اولى من حالة. بس هي الفكرة كلها ان السيرتيفيكيشن زي بقول الحرش بتقدم لك البيزي العلمية انت تقدر تبني عليها بعد كده واستقبلك. تقدر تبني عليها الاكسبرينس بتاعتك وتبقى باليد اكسبرينس. تمام? اكسبرينس ببنية على اساس علم. على آآ قواهد علمية ببنية على ستندر. وده اهم حاجة في 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 الشغل. واهم حاجة الناس اللي بيعملوا ولي عايزين آآ آآ مؤهدين اللي شغل اللي معين بيدور عليها. الناولج والاكسبرينس. الناولج الاول والاكسبرينس. تمام? النقطة اللي بعد كده هنتكلم فيها عن انواع الاسس. الاسس باي ديفينيشن هي علمناها iitem or thing or entity that has a potential or actual. value to the organization. الاسس بلاسيكيكيشن ليه كتير جدبا جدبا جدبا. ماهوالكورنت اسب واسبت اسب تنجبل وواقاتنا. تتأسم على حسب اليوزجید فقط وواقاتنا. تتأسم على حسب الفيزيكال تنجيلي أو اوأنتانجيلي. التنجيلي زي الاكوبانت والإنبانتوري والسفر بوطس الاملاك الشركة زي الارض زي المباني كل دي تانجيبل اسيت كل تانجيبل اسيت زي الريبيتيشن الكوبي رايت المؤسسة مع المجتمع المدني حاجات كتير جدا وتأسيبات كتير جدا للاسيتس اهمها على الاطلاب التانجيبل والانتانجيبل احنا كلامنا كله هيبقى عم الفيزيكال اسيتس الفيزيكال اسيتس دي اللي هي زي زي البرودكشن اكتمنت كل ما هو ريليتيد البرودكشن اكتمنت قدان شوية حنعرف ان فيه يعني سكوب معين من اسيت مانيجمينت المؤسسة هي اللي بتحدده بناءا على الاسيت ده والانفعون بتاعه في الاسيت مدى تأثيره قد ايه في الاهداس اللي عايزة المؤسسة تمام ده اللي عايزين نقوله بالاسيت اللي عايزين نكلم عليه بعد كده اللي هو الاسيت مانيجمينت كلام حل كلام جميل بس عايزين شوية تفاصيل طيب شايفين الرسمة اللي عن جنب دي دي عبارة عن المثلث اللي داير عديد كل السوبجيكت بتاع الكورس كل الابجيكتف بتاعنا ان احنا نمانتين البالانس بتولي التلاتة ايتم دول الكورس البرفورونس الريسك الكور بتاع الاسيت مانيجمينت اللي احنا نلاقي النقطة اللي فيها الاتزام ما بين التلاتة ايتم دول اللي هم كل حاجة ريليتد للاسيت هو احنا الاسيت بتاعنا دا شارين وفلوس وحنبيعه وفلوس ليه برفورونس معين في وقت معين فيه ريسك معين بيبقى ريليتد للأوبريشن بتاعه وللمانتونس بتاعته الاسيت مانيجمينت الكور بتاعه ان احنا نلاقي البست فاليو ونقدر ان حد نعمل اوبتمايزيشن يعني الفاليو والاوبتمايزيشن بيه يا شباب لما دول اكتر اتنين تيرم هنستخدمهم جوه الكورس ان شاء الله الاوبتمايزيشن او الاوبتمايزيشن والفاليو فالكور بتاع الاسيت مانيجمينت وكل الموضوع بتاعه وكل اللي هنتكلم فيه بعد كده هو من اللي ريليتد اللي احنا نعمل اوبتمايزيشن نقدر ناوبتمايز بيه البرفورمنس والكورس والريسك تمام؟ ري عشان نريالايز البست فاليو من الاسيت ده هو ده باختصار شديد جدا الاسيت مانيجمينه هو بيعمل ايه بالزبط كل اللي احنا بدي عمله تاني هو عبارة عن اوبتمايزينج الدستيجن للبرفورمنس والكورس والريسك تو ريالايز البست فاليو من الاسيت ده كل شو غالينا بقى ان شاء الله بإذن جدا في المرحلة اللي جاية حيبقى على الكور ده وفي الفلك بتاع الريسك والكورس والبرفورمنس والاوبتمايزيشن والفاليو فقط لغير فقط لغير تمام؟ اه هنتكلم عن اول حاجة طبعا زي ما قلت حضراتكم احنا رايحين على ايه؟ رايحين على انتاج اكتر فالمفروض نزاود الانتاج المفروض نزاود عبد الوحل دي الانتاجية وانا رايحين على انتاج يقالي فنعمل لهم ولا السوق مش محتاج المنتج بتاعنا ده دلوقتي فهنا هناخد ديسجن مختلف بالنسبة لل البروداكشن ووقتوة البروداكشن بتاعتنا اوبتمايزيشن سوالباوت اوبتمايزيشن بعد كده انشور كمبلاينز بريفينت ثيفت اند لوسز وننع السرقات وننع لوسز عن طريق الاوبتمايزيشن اوبتمايزيشن لكلي بروسيجورز اللي خاصة بالبروداكشن تمام؟ وفي الاخر احنا بنحاول نطور للعمر الافترادي للأسس ديه عن طريق نمانجز زي وامتى ناوبريت وامتى نمانتين وامتى تمام؟ وايه الرزق لو احنا خلناها في خدمة اكتر من كده او الاسد ده وايه الرزق لو احنا عملنا له بالوقتي وعملنا له باسد تاني كل ده هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله طيب اخر نقطة هنتكمن فيها في هي الموضوع الفرق ما بين الاسد الاسيسمنت والاودت تمام؟ الاسيسمنت باي ديفينيشن ايه الفرق ما بين الاسيسر والاودتر تمام؟ وليه احنا في الشهادة تحيطنا اختاروا الاسيسمنت اسيسر ليه مش اودتر ليه مش براكتيشنر ليه مش زي كل الشعالات الموجودة في التسوق زيCEMRP المسلم مصلا المكتر ثم المكتر المكتر الاسيسمنت تمام؟ تمام؟ من المكتر يعني هذا هذا شعال الجهري نفسها انت موجود as a certified auditor and assessor الفرع الجوهري ما بدي اتنين بكل بساطة هو كالاتي ال auditor او كاوديتور حضرتك بتدور عن حالة واحدة بس ال conformity هل ال procedure وال processes اللي موجودة في الموظمة لعمية ال asset management confirm with certain standard ولا لأ judgment يعني حضرتك بتعمل just judging ال processes دي confirm وانا ن confirm with certain standard انما ال assessment هو الحقيقة رؤية اشمل شوية لان ال assessment بيدي انها بيدي تبعه لكن بيدي لك كمان recommendations وبيدي لك وكيفيات للحل ازاي ان نقدر ال procedures وال processes بتاعتنا علشان نبقى نحقق ال conformity مع ال standard اه ايه ال evaluation بتاع processes وال procedures بتاعتنا دلوقتي ورقصنا ايه علشان نقدر نحقق ال conformity ده الفرق ما بين ال assessment وال audit تمام ان ال audit just judgment blind judgment confirm or not confirm لكن ال assessment بيبقى فيه كمان gap analysis وال situation نقدر نقيم situation اللي موجود فيه المؤسسة بال procedures بتاعتها في عملية asset management هي فين من standard العزل المتصوى بعد كده عندنا جزء ال international organizations اه احنا عندنا اربعة اه اربعة منظمات اساسية عندنا وعندنا وعندنا الجزء قابل الاخير عندنا overview of camera body of knowledge الكامة body of knowledge زي ما كلمنا قد كده هو عبارة عن six groups six groups اساسية بيتفرعوا بعد كده لتسعة وثلاثين سوبجكت تمام دول تسعة وثلاثين سوبجكت بتوعنا ودول ال groups الاساسية اللي احنا هنتكلم كيوه هنتكلم عن organization وال people هنتكلم عن strategy وال planning هنتكلم عن asset information هنتكلم عن risk وحنتكلم عن life cycle delivery من اولها من الاول والoperating والmaintaining وبعد كده دي ال core six groups اللي احنتكلم عليه وايه علاقة كل group بالتاني وايه الجروب اللي بييأثر على بقية ال groups طبعا فيه جروب مهمة جدا اللي انا مذكرتوش اللي هو asset management decision making وانا ما مذكرتوش لهدف الحقيقة لان زي ما قلت لحضراتكم ان decision making والoptimizing بتاع decision making هو الكور بتاع ال asset management حضرتك asset management asset manager او asset management تأسسر اللي بتدور عليه كله والهدف بتاعك هو decision making ازاي تقدر تعمل decision making صح؟ او بمعنى اصح بقى او بمعنى في استخدام الترميليولوجي اللي احنا عايزينها صح؟ انك ازاي تعمل optimization decision making في ال process بتاع asset management وتخلديها systematically process the decision making معتمد على asset information واخد من ال organization وال people بيراعي وشايف قدامه life cycle بتاع ال asset ده علشان في الاخر تقدر تعمل strategy plan is they to manage ال asset ده through own life cycle بتاع دي باختصار شديد جدا ال groups اللي احنا هنتكلم فيها وهنتكلم طبعا فيها بالتفصيل والرسمة اللي هتفضل بعانا شوية لغاية الاخر ان شاء الله دي اللي هنكلم فيها بإذن الله تعالى بالتفصيل اول هنكلم عن asset management policy عن عن السوق عايز ايه بالزبط ومحتاج ليه ده الوقت التفصيل اللي احنا هنتبعها عشان ندر نعمل asset management بشكل و بشكل و بشكل و بشكل فيه و هتكلم عن asset management planning ده ال group 1 group 2 ال asset management decision making هنتكلم عن capital investment decision making وال operation and maintenance decision making والفرق ما بينهم و ايه هو ال capital investment و ايه هو ال operation و ال maintenance هنكلم عن life cycle value realization هنكلم عن resources و ال strategy هنكلم عن management ال shut down ايه هي ال strategy اللي هندر هنتبعها فيها و امتى نعمل shut down و امتى قدر لأجله ال group 2 هنكلم عن technical standard و ال legalization ايه القوانين اللي بت اللي بتنظم اللي بتنظم شغالينا في ال asset management في بتنظم اه تعاملنا مع ال asset وتعاملنا مع الحوالين من ال asset من البيئة و من القوانين الصناعية و من اكواد حكومية و غيره asset creation and acquisition system engineering configuration management maintenance delivery reliability engineering هنكلم عن ال asset creation عن resources management عن shut down من ال outage management بطلب fault and incident response وال asset decommissioning and disposal يعني حتى decommissioning and disposal بتاع ال asset هنتكلم عليه انت اعمل له decommissioning with disposal و انت احتفظ به انت يبقى optimized decision making في ال asset management بيقولي ان المعندة دي لازم تعلمنا دي كنمشون انت نعمل لها كده و انت لأ دي لازم تستمر في الخدمة لسطرة معينة كل ده هيبقى according to data and information و methodology واضحة تبين لنا القرار السليم او optimized decision في الحالة دي ايه هنتكلم عن ال asset information و ال information strategy و standards و system و هنتكلم عن ال data و ال information management و ايه الفرق ما بين ال data و ايه الفرق بين ال information و ايه الفرق بين ال wisdom و ام تنقدر نوصل للوقتة بتاعة decision making او ال information و ال data اللي موجود عندنا دي كافية عشان لغا نعمل decision making او ده لا 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 و ايه شبط ال information اذا بيحنا عايزينها وتبقى شكلها عامل ازاي ايه standard بتاعها هنتكلم بعد كده عن ال organization و ال people هنتكلم عن procurement هنتكلم عن supply chain management هنتكلم عن management leadership ال organizational structure و ال organization culture و ال competency management اخر حاجة هنتكلم عليها risk review risk assessment and management ال contingency plans و resilience ايه ال plan b بتاعتك ايه ال plans اللي انت عاملها في ال emergency في ال shutdown في ال disaster ايه اللي متعددوا في تعملوا بالضبط او ايه سيناريز اللي انت محبارها لها sustainability development sustainable development management change asset performance and health monitoring asset management system monitoring management review و ال audit و ال assurance ايه 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 اخر نقطة كنا هنتكلم فيها في الكورس ان شاء الله بإذن الله وهي اخر نقطة هنتكلم فيها برض في ال introduction و ال orientation احنا هنعمله هو الكامة اجزام الكامة اجزام ده بيبقى عوارة عن مية و عشرة سؤال multi-choice question exam available in english و japanese و spanish و french و cordial ال exam mcq اه بي manage through remote proctoring solution ده بيبقى معانان حضرت بيبقى معاك عادتين بتشتغل بيه في الانتحان يعني لو معاك لابتوب بيبقى معاك لابتوب و موباين سمارت فون اه لو معاك بي سي هيبقى معاك بي سي و لابتوب او اه سمارت فون هي نفسة كلها بتبقى عوارة عن اه video auditing حد بيبقى شايفك على طلطون فترة الامتحان اه لغاية لما تنتهي من الامتحان وتعملوا submit فتنهي video auditing اللي عليك ده ده ببساطة شديدة ال proctoring ديها ال exam piece 360$ وال rate is 110$ والانشاء الله بإذن الله مش هنحتاج له ده باختصار ال data الخاصة بالامتحان اخر حاجة هنتكلم فيها اه هي عبارة عن شوية تيبسة صغيرة شوية كوتش عايزين ان انا بس اه نتكلم فيها بشكل مبسط وسريع جبا nothing is so hard to be learned with proper will and motive right and trustable information source and proper focus and plan مفيش حاجة في الدنيا يا شباب صعبة مفيش اي مجال هو صعب نموية التعلم له مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن انك انت ما ينفعش انك تعملها او ما تقدرش انك تعملها ببساطة جديدة ببساطة جديدة اولا لازم يبقى عندك الدافع وينية انك انت تعملها حاسس انت ايه هي تبقى مهمة بالنسبة لك واتزاليه بالنسبة لك علشان كده قررت انك تعملها فده معناه ان مفيش اي حاجة هتقدر نازل معها بشهود صغيرة اولها انك انت تاخد لازم لما تيجي تتعلم تتعلم من حد او من مكان انت وافق انه هو ليديلك معلومات صح علشان تتجنب التضليل او تتجنب انك تاخد معلومات غلط تدني بيهم صورة زينية غلط اصلا عن الموضوع اللي انت عايزت عندنا واخر حاجة انك انت تديله الفوكس وتأمله البلان الصح الادابتد ليه هو للسبجك ده بمعنى انك انت لا تستميك ان هو صعب جدا او محتاج وقت اكتر من الوقت اللي هو يستحقه ولا تنظر استميك الفوكس والأفرت اللي انت عايزه للسبجك ده بمعنى انك انت تعمل اكتوميزيشن بتاعتك واكتوميزيشن دي بلان اللي هتقدر بيها تخول دلوار الموضوع ده ايا كان لو توفرت العناصر دي فبيفيش اي حاجة صعبة خالص انك عندينها او سواء سكيل او موليج يعني شباب التعليم هو عبارة عن عبارة عن مراحل بتسلم بعضها مش مجرد انك انت دست على ازرار فانت كده اتعلمي مش مجرد انك انت شوفت الفيديو فانت كده اتعلمي مش مجرد مقصعت القدر فمعنى كده اتعلمي تلاقي بروسس وزي ما قلتلكم في التعريف تاع السيرتيفكيشن ان الموضوع مجرد انك انت في السيرتيفات دي بتاخد بيزكس معنى كده انك لازم تنتمي عن البيزكس ان انت اعتقد ان لازم تبنتنها وترجع لها اكتر ان المرة مع كل هتقدر ساعتها تطور فهمك الشخص اللي وتحبت بتاعتك عليها وخدار حضورتك فالموضوع بروسس وش مجرد حاجة حتى تعملها يبقى كده انت خلصت عليك لازم نفهم ان الكالوسم ده كويس جدا ولو عايز تفهم ان الكالوسم ده اكتر حضورتك تقدر ترجع عند ان للمراجع والدروس اللي انت كنت تتخدها في فترة الجامعة لو انت مثلا خمس سنون فبرا او عشر سنين فبرا انصحك انك انت ترجع تاني تبص على اي مهل المناهج المجامعية هتشوف قد انت فهمك تطور دي بمجرد الحاجات اللي شفتها وشفت الشور اللي ماشي فيها ازاي شفت كونسبتس العلينية دي ايه المرضود بتاعها في ارض الواقع والمرضود بتاعها في البزنس والبينفيتس والقاد والقاد داني اللي بتعملها ده ده حاجة بسيطة دي ده طريق قد انت فهمك تطور حتى انت مش واخن بالك انه هو تطور لكن هو فعليا كل يوم بيتطور مدام انت مركز في التعليم ومركز انك تعمل adding value لنفسك كل فترة الوقت اللي انت بتتعلنش بيه صدقني ده وقته ضويع من حياتك صدقني كل يوم حول تتعلنش جديد كل يوم حتى لو حاجة زيارة جدا حتى لو صافها من كتاب هيفرق معك جدا هيفرق في حالتك النفسية هيفرق في حالتك الزجنية هيفرق معاك في كل مناهي حياتك هتحس نفسك فيه حس نفسك عايش فعليا متفاعل مع ازا حواليك كل يوم بتضف لك حاجة جديدة كل يوم بتعمل حاجة جديدة وبتفكر في حاجة جديدة keep faith and trust in yourself you are more valuable than you think you are احنا نقدر نعمل حاجة كتير قوي شعب. نقدر نعمل كل حاجة حرفية. في الفكرة كلها إن ما بنبقاش مسدقين احنا نقدر نعمل ها. قلل قللن احنا هنتعلمها. ما وبنكونش بنكُدَّخ تستدقينưa نحن نقدر نحن نتعلم حاجة معينة ونقدر لمارسها بسهولة. بلوا برد ما نعرفنا نستندرق او تعلمنا حاجة نقدر راحselة نعميلها بسهولة لان ما فيس اي حاجة تقدر تكون معك اناvard اذا ادند تتعلم. والتعلم صحة والطبق. ما فيش اي حد في البنيا هيضر يقصي طريقة كيف انت عايز تتعلم. فلو انت عايز تتعلم. ولو انت مصمر من انت تعلم. عايز تتعلم. وهيبقى عندك سكينة وهيبقى عندك اللي انت عايزها. ايا ان كانت ايهي. اخر حاجة زين بيقوله حراركو. if you are not willing to learn. no one can help you. لو انت مش عايز اصلا تتعلم. او مش حادل كده ما تتتعلم. يحدش هيقدر ان يصدعك. او حد حيقدر يجدرها في مدفع. لكن on other hand. if you are determined to learn. no one can't fucking. او انت عايز تتعلم حاجة ما حدش في الدنيا يقدر يوقف. وما حدش في الدنيا يقدر ينلعك. هو يحجب عنك المعلومة. سمك العصر اللي اخنا عايشين في ده. عصر الجلوباليزيشن. وعصر اللي العلوات كلها متاحة. وتقدر تتعلم اي حاجة. وتبتسد اي خبرو انت عايز. بس بتاعك انت. بتاعتك انت. الموتف اللي بواك ان انت تقدر وتقدر وتقدر تحسس بقديل المعلومة دي او دي انك تتعلمها. هي دي هي دي الفكرة. انك انت تبقى على حاجة ما معينش. انه يبقى عندك التصليل انك انت عناني. محاجة هي دريقة. شكرا جزيلا. اتمنى ان انا مكنش اثقلت عليكم. آآ استمتعت موجودة معاكم وانتشرفت جدا بمعرفة حضراتكم وان شاء الله بازن الله دينا لقاء تاني. مع بقية كور في اشتركوا في القناة. شكرا.